محاولة جديدة لسرقة السلطة والعودة لكرسي الحكم من قبل المخلوع صالح هذه المرة من شرفة مجلس النواب لينتهية ولايته منذ أكثر من سبعة أعوام المجلس الذي أعيدت له الحياة مرتين بعد وفاته الأولى عبر اتفاق سياسي بين الأطراف السياسية في أواخر عام 2009 والمرة الثانية جاءت من بوابة المبادرة الخليجية عقب ثورة الحادي عشر من فبراير 2011 تحول لمجرد قفاز يرتديه المخلوع صالح ويلوح به كخيال المآتة في وجوه خصومه استدعاء الحثيين وصالح للبرلمان مؤشر على سعيهم الحثيث للحصول على شرعانة الانقلاب ورفع قميص عثمان الذي لطخته تلك الميليشيا بالدم منذ انقلاب الواحد والعشرين من سبتمبر 2014 وما تلاه من إعلان الميليشيا حل ذلك المجلس عقب الإعلان الدستوري الذي أصدرته ميليشيا الحثي من القصر الجمهوري وتكليف القيادي في الميليشيا يحيى الحثي بملف البرلمان حينها اجتماع المجلس اليوم جاء فاقداً لكل ما تمت الدعوة إليه ابتداء من قانونية الاجتماع ودستوريته كونه محكوماً بالمبادرة الخليجية التي وافق البرلمان على تعليق الدستور اليمني لصالحها مروراً بتعرض العشرات من أعضائه للملاحقة والمطاردة من قبل الميليشيا وانقسام النخم الحزبية التابعة للمؤتمر الشعبي العام ورفض عدد كبير من الكتل البرلمانية التابعة له بالعمل تحت مضلة الانقلاب ظهر عدد من أعضاء المجلس في الاجتماع القصير مصابين بالكثير من البلاها وعدد منهم حضر محمولاً على كراسي الإعاقة وهم في حالة ذهول تام وعدم معرفة ماذا يدور حولهم بخسارة معركة البرلمان اليوم فقدت ميليشيا الحثي والمخلوع صالح آخر ورقة كانت تلوح بها وظهر مجلس النواب كجثة تستحق الدفن بشكل عاجل كونه خالف بشكل صريح اليمين الدستوري الذي أقسم أعضاؤه عليه وتحول لمجرد إحدى أدوات الفساد وشكل من أشكال الميليشيا موقف الحكومة والرئيس هادي من البرلمان كان فيه الكثير من المبالغة بحسب المراقبين خاصة وأن المؤشرات كانت تؤكد أن المجلس فقد فاعلية حين رفض الاستجابة لقرار عقاده لمناقشة استقالة الحكومة والرئيس هادي مطلع عام 2015 ولم يصدر أي تعليق على قرار حله من قبل الميليشيا في فبراير من العام ذاته فشل الاجتماع في تحقيق أي من أهدافه وظهر البرلمان وأعضاؤه كمجرد عصا قصيرة في يد لم تكن يوما تراهم سوى كذلك ولم تتبق في جعبة الحاوي المزيد من الحيال ليشهرها في وجوه الناس